السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو الثاني من سلسلة تعلم كل ما يخص الميكروشوفت تيمز الفيديو ده بتاعنا هنتكلم فيه عن ازاي اعمل انشاء لفصل دراسي او فريق دراسي وكمان ازاي الطالب يقدر يدخل على التيمزي دي ويقدر يعمل لوج ان باكتر من طريقة دلوقتي هنفتح ونكمل على الشغل بتاعنا المرة اللي فاتت هنفتح الاب او من البروزر فانا هشتغل بقى على طول دلوقتي من الاب على طول ده البرنامج بتاعنا اللي احنا قلنا عليه المرة اللي فاتت او التطبيق دلوقتي هبدأ ان انا اشتغل به دلوقتي انا عايز ابدأ ان انا اتعامل مع البرنامج ده وانشئ فصل دراسي جديد او فريق جديد الاول كده قبل ما نبدأ لو حضرتك عايز تعمل تغيير للغة بتاعة البرنامج هنا من هنا احنا قلنا في البراوزر من هنا بقى الطريقة التانية ان احنا باجي على المور اوبشنز وبادغط على سويتش فيو سويتش فيو يعني طريقة العرض انت عايز تغيرها ولا لا بتاعة الشكل ده فانا لو ضغطت عليها تفتح لي برضو نفس الشغل بتاعي فهنا برضو عند اللغة ابدأ ان انا خليها اللغة العربية ده لو حضرتك على حسب ما حضرتك تحب طيب احنا دلوقتي هنبدأ نتعامل معها زي ما هو موجود فهاجي هنا على الابليكيشن هلاقي في حاجة اسمها جوين اور كريات تيم جوين يعني ان انا ابدأ ادخل على تيم كانت معمولة وكريات ان انا اعمل تيم جديدة فانا بضغط على على الخانة دي او التابويب ده فتبدأ تظهر عندي اول حاجة حاجة اسمها كريات تيم لو انا عايز اعمل فريق جديد او فاصل جديد وفي حاجة كمان اسمها جوين اتيم جوين اتيم جوين اتيم وز اكود يبقى دي اول طريق الطالب يقدر يدخل عليها على التيم اللي الاستاذ بيعمله او الدكتور بيعمله هو عن طريق الكود زي الكلاسروم بتكتب الكود وتعمل جوين اتيم جوين اتيم وتبدأ تدخل على طب مين اللي موجودين دول عندي دول مين كلية الهندسة وكلية التربية احنا قلنا انها الايميل بتاعي اللي موجود معايا ينتهي بايه بينتهي باد alexu.edu.eg فالبتاع اللي انا اقول عليه ده اسمه النطاق او الدومين فدول ليهوا معايا نفس الدومين او ابنا فاتحة كده بدأ يظهر لي اكتر من ااااااا تيم موجودين بالفعل ويقدر ان انا اضغط هنا لو هو بكود فهيبدأ يبعد طلب لي صاحب التيم ويقدر يقول له ايه ده فيه مصطفى مثلا عايز يدخل على التيم بتاعك موافق ولا مش موافق او ان هو مثلا من غير كوت يعني انا دلوقتي ممكن اقدر اخش يعني كلية الهندسة ده لو هو من غير كوت ابدأ اخش عليه كده اي انجرب اه دلوقتي انا بقيت جايند على طول هنا لو رجحت على التيمز تاني عملت باك هلاقي نفس كلية الهندسة دخلت عليها يبقى ده ملوش باسورد ليه اهو يبقى انا دخلت هنا على كونية الهندسة وقدرت ان انا ادخل عليه وانا مشتبع الفرقة دي او الفريق ده بالتالي ما ينفعش ان انا اسيب التيم بتاعي من غير ما اعمل ايه من غير ما اكون مأمنه كده انا هخرج من التيم ده طبعا لانه مشتبعنا نضغط ثاني على جاين يبقى ده عرفنا ان دول من داخل نفس النطاق في مؤسسات كثيرة فكل مؤسسة وليها يعني مثلا مؤسسة جامعة المنصورة ليهم اميل جامعة خاص بيهم النطاق بتاعهم غير النطاق بتاعنا نبدأ نشوف دلوقتي يبقى انا لو دكتور هعمل كريات تيم لو انا طالب عايز اعمل دخول على التيم اللي الدكتور عامله يبقى انا هكتب الكود من هنا يبقى دي اول طريقة عندي فانا هنا بعمل كريات تيم هتبدأ تظهر لي اربع حاجات موجودين او اربع يعني اربع تبويبات موجودين قدامي كلاس وفيه وستاف واثر طب عايزين نفهم ايه الفرق ما بين الاربعه الكلاس ده لو حضرتك مثلا اه دكتور بتعمل للمادة مدرس عايز تعمل الطلبة بتاع حضرتك لكلاس تشرح لهم تشرح هالطلبة مفيش مشكلة تبدأ هنا على الكلاس اللي هو الحاجة اللي ليها نفس التخصص يعني انا مسلا اشغال على الوراثة يبقى انا بعمل تيم لكل بتوع الوراثة اللي موجودين على جمهورية مصر العربية هتقول لي طي ما هم مش من نفس النطاق هقول لك دلوقتي ازاي ادخل حد من غير ما يقول من نفس النطاق ده له مسلا مجموعة من الزملاء عايزين يعملوا اه يعني يعني هنا ما عايزين يعملوا لنفسهم تيم لو حضرتك مدير مدرسة لو حضرتك اه يعني وفي وزارة تقدر تعمل للمدرسين مثلا اه ستوف تيم ليهم عشان تبدأ تتواصل معاهم او اولياء الامور مثلا الكلام ده هنا الاثر لو حدك بتعمل انشطة يعني مثلا زي اه اه انشطة اه رياضية اه رحلات اي حاجة الحاجات دي دي بتبقى في الاثر هل بيختلفوا لأ هم بتبقى الاختلافات في حاجات بسيطة جوه ولكن هي طريقة بتاعتهم زي بعض فانا طبعا هنا بضغط على من الكلاص هنا هيبدأ يقول انت عايز تعمل فهتبدأ تكتب هنا النام بتاع التيم بتاعك وانا افترض مثلا اللي هي مادة اسمها الوراثة مثلا طيب هابدأ ان انا هو كده قابلها هنا هابدأ ان انا اعمل دي سكريبشن لي التيم بتاعي وصف لي عشان الطالب يبدأ يخش هل التيم ده تابعه ولا مش تابعه فممكن اقول مثلا هذا الفريق مخصص لطلاب الفرقة تانية كلية مثلا الزراع جامعة كذا زي ما انا عايز سممت التيم هنا بعد كده هدرة تعالى مش هعمل اي حاجة بقية هدرة على اناكس بعد كده هيقول لي عايز يضيف تيتشر او ستيودنت يبنى دي الطريقة التانية اللي الطالب يقدر يخش عندك او التيتشر يقدر يخش عندك عن طريقه نانا اللي اضيفه المالك بتاع الحساب او بتاع التيم هو اللي يقدر يضيف مين اي حد. فمثلا لو جيت عند هنا واخدت كتبت مثلا ايميل الدكتور نادر مثلا. فهيبدأ يظهر لي هنا على طول مباشرة وبيظهر كمان ناس معاه من نفس النطاق من نفس الدومين اللي انا شغال عليه اللي الالكس يو دوت اي ادي يو دوت اي جي فانا هنا بدأت ان انا عمله اضافة ااد ممكن تضيف اكتر من حد فتبدأ تظهر عندي هنا البديد الطريقة التانية اللي قلنا عليها من ضيف اي حد طب نفترض مثلا هل كل الطالبة معها ايميل جميعي عايز اضيف طالب تاني ما يكونش معا يعني مثلا معا ايميل جيميل معا اياهو طيب نكتب كده الايميل بتاعه ده الايميل بتاعه مسلا وروح تعملت له ايه ااد شايف هنا الاسم اللي انا حطه قدام ايه حطه جاست ضيف عندي ثلاث انواع من الناس اللي موجودين على التيم في المايكروسوفت في عندي اونر اللي هو مالك للحساب او مالك للتيم وفي عندي منبر اللي هو عضو ده بيكون من نفس النطاق يعني الطلاب اللي موجودين عندي بنفس النطاق اللي موجود وعندي حاجة اسمها جاست الجاست ده ياما يكون من نطاق مختلف يعني مثلا واحد في جامعة المنصورة الايميل بتاعه غير الدمين بتاعه غير الدمين بتاعي فتقدر تضيفه جاست او ان يكون مثلا طالب او حد معهوش ايميل جامعي فممكن تقدر تعمل تبعت له هنا اد وهو يخش على الايميل عنده ويعمل يقبل الاد اللي حضرتك عملته هنا تبدأ تضيف تيتشر بتوعك يعني هنجي هنا نعمل اضافة وتقدر تضيف اكتر من حد عن طريق البحث بالايميل اجي بعد كده كده انا مش عايز اكمل بقى اضافة هبعت للطلبة الكود وما هيقباله على طول هبقى ضغط هنا على close بقى في البقى الحاجات دي كده التيم بتاعتي اتصممت الفرقة او الفريق اللي انا هشتغل عليها اتصممت طيب ايه الطريقة التالتة اللي احنا قلنا ان الطالب يقدر يدخل على الوراثة عن طريق ايه تلات طرق طريقة الاولى قلنا عن طريق الكود والطريقة التانية عن طريق المالك هو اللي يضيفه مالك التيم والطريقة التالتة اللي هو عن طريق اللينك لو انا ضغطت على التالت نقاط دول هليه بيقول لي get link to team get link to team بضغط على get link to team اللينك ده هاخده copy لو انا دلوقتي روحت على البروزر هفتح new window لابا انا هاخد الايميل بتاع اللينك ده بتاعي copy على البروزر عادي خالص فانا يقول لي انك بتقدر انك تنزل الابليكيشن التطبيق فانا مش محتاج ان انا نزله لانه هو عندي بالفعل وابدأ هنا اضغط ان انا استخدم الويب اب ان انا استخدمه على الويب اب هنا مش هستخدم التيمز اب انا هقصر عندي التيمز اب فانا بضغط هنا هيبدأ يبقى هنا صفحة بتاعة المايكروسوفت تيمز اللي احنا فتحناها على البروزر انا بالفعل على التيمز ده لان انا مالك الحساب لكن لو كنت انا بستخدم او كمبيوتر تاني بستخدمه كان هيجيلي يعمل لي ان انا اعمل جاين ان انا اعمل اضافة يعني بطلب اضافة للكلاس ازاي بقى اشتغل على التيمز اللي موجودة برضو على الموبايل بدخل على تيمز دي المكررات بتاعتي اجيب مين بقى اللي هو الكود ان انا لقدخل بيه بضغط على التلات نوات دول لاقي فيه حاجة اسمها كريات نيو تيم لو انا استعمل تيم من الموبايل والطالب بقى هيجتغل من هنا اعمل جاين واس كود واذا كود يفتح هنا هيبدأ ياخد الكود يعمل جاين وخلاص يبدأ كده يدخل على الكلاس بتاعه من هنا وان فيه تلات طرق لدخول الطالب اول حاجة ان هو يدخل عن طريق الكود اللي حضرتك بيتدهوله او الدكتور بيتدهوله وكمان عن طريق اللينك بتاع الايميل وعرفنا ازاي من جيب اللينك ده بتاع التيم نفسه وكمان اخر طريقة ان حضرتك او الاونر هو اللي بيضيف الممبر او الجست وبكده نكون خلصنا الحلقة بتاعتنا واشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة سلام عليكم